فوفق ما سبعناه وما هو موثق بالفعل من التكرر الطبية فقد أطلقت الشرطة المصرية الرصاص الحي على المتظاهرين وهو ما يتطلب ويستلزم تحقيقا صارما وعلنيا لمعرفة حقيقة ما جرى ومن الذي أصدر هذه الأوامر بيطلق الرصاص على شباب مصر وفلدة أكبادها وقت عن التحقيق جاري حتى الآن مع وزير الداخلية السابق في استوديو اليوم على الحرة ينضم إلينا الدكتور محمد طمان مسؤول لجنة الإعلام بمجلس أمناء ثورة الخامس والعشرين من يناي دكتور محمد أهلا بحضرت الوسائق التي تبعنا شفنا إحداها وهو تقرير طبي وشهز وفاة للمتوفى إسلام بكير من والده هل لديكم توثيق لكل هذه المستندات وغيرها من الوسائق المصورة وغيرها؟ من وقت بعد موقعات الجحش زي ما بيسمي الأربعاء قدامي احنا بدأنا نعمل مكتب توثيق ومعلومات جوة مدينة التحرير وكنا بنجمع معلومات طول الوقت عن الناس المصابين الناس المفقودين الناس الشهداء والغاية دلوقتي احنا لسه بنجمع يعني طبعاً بنجمع عندنا داتا وثائقية من حيث الفيديوهات أو الصور أو البيانات ومن خلال الموقع الويب سايد تعنا بننزل الداتا دي ولو الناس عندها حاجة طبعاً إن كان صعب جداً أنك تجمع كل الداتا دي في مكان واحد فاحنا يعني لسه في الجهود دي شغالين لغاية دلوقتي طيب لجنة تقصي الحقائقية تعمل وطلبت الأدلة مدى ستقدموا بهذه الأدلة لكي يعني تدافعوا عن دماء زملائكم الذين سقطوا أو بالفعل فيه لا فيه ناس شغالة دلوقتي يعني كل من بيشتغل في المجال بتاعه أنا يعني معلوماتي إن فيه لا فيه محامين شغالين في الموضوع دلوقتي يعني يعني كل واحد بيماسك اللاين بيشتغل من خلاله ويعني نوعاً ما بيه فيه تنصيق ما بيننا في الجهود يعني بنوصل لبعض بعد كده طيب يوم الجمعة الماضية أو الجمعة النصرة كما أطلقتوا عليه هل كان احتفالية كما ظن البعض أم أنه كان ربما نية لإعلان مطالب أخرى أو التأكيد على مطالب سابقة لو الحقيقة حاجتين يعني الأول إحنا لأن طبعاً الإسبوع السبق الإسبوع لما بين التنحي وما بين جمعة التنحي وما بين جمعة النصر بدأ يطلع ناس كتير طبعاً للأسف يعني أن هما يعني محاولات لتشتيت جهود الثورة فإن بقى فيه ائتلافات بتتكلم بصور مختلفة طب مين بيمثل الشعب طب فكان لازم فيه نوع أنواع العرض مش عايزة أقول عرض العسكري لكن عرض استعراض للقوة إن نحن موحدين جهوداً بمعنى نقدر نحشد الناس تاني بالضبط يعني العدد اللي كان موجود يوم جمعة الفاتت جمعة النصر كان أربع مليون وده كان أكبر من العدد اللي كان موجود يعني مليونية اللي كانت موجودة أمدات صغرات كيف رسالة اللي حابت توصلها من خلال العدد؟ يعني طبعاً إحنا للجيش إحنا عينينا عليك طول الوقت والمطالب بتاعتنا مفيش عنها تنازل نعم وإحنا مرأبين اللي بيحصل وحتى في البيان اللي إحنا نزلناه إحنا قيلين أن الشعب هو الحارس والضامن للثورة نعم للأسف يعني المفاجئة اللي كان بالنسبة لنا نحن معتقدين أن بزوال الرأس الفاسدة ألا وهي الرئيس مبارك أن البلد تتغير لكن الحقيقة أن الواضح أن السرطان مستشري في بلد كلها في كل الأنظمة كل كذا فلازم بتحصل عملية تطهير من الجزور لكل المؤسسة أشكرك شكراً جزيلاً الدكتور محمد طمعاً مسؤول لجنة طيب يبدو أنه لسه أمامنا دقائق على ما أظن يعني طيب خلينا سألك سؤال كمان خلينا سألك سؤال كمان ما بيتم حتى الآن من إنجازات كيف تروا؟ من الجيش؟ سواء من الجيش أو من الحكومة يعني في أنباء على التعديل الحكومي في لجنة التعديل الدستور أو شكراً للإنترنت الرأي اللي عام دلوقتي نفيش أي إنجازات حصلت ما ننظرش نقول في أي إنجازات نحن الغد دلوقتي نحن حبرة على وراء ما فيش بالفعل حاجة تمت ما فيش أي ضمنات يعني البالة كان بتدار قبل 25 نفس اللي بتدار بي دلوقتي ساعة ما الحكومة بتتزن أو الدولة بتتزن في أي مشكلة تروح حرقة ثلاثة أربعة كروت علشان تهدي الرأي العام ده اللي حصل دخل أربع وزراء كان عليهم العين شوية السجن طب إيه اللي حصل بالنسبة للمباركة أولاً بالنسبة للحبيب العدلي قرار إطلاق الرصاص الحقيقي هو مش قراره وده معروفة في قوانين الشرطة إنه لا يملك من سلطاته إنه هو يأمر بإطلاق الرصاص الحقيقي أمر إطلاق الرصاص الحقيقي بيجي من الرئيس المباشر نعم إذن تودوا الدخول في كرة أخرى من التأكيد على المطالب أشكرك أشكرك شويراً جزيلاً دكتور محمد طمامر أخرى مسؤول لجنة الإعلام بمجلسه من أسهل 25 عام كل شكراً